موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشر الإخبارية وإليكم أبرز أهم العنوين وفد وزاري يتفقد نحية يوبكي عقب الأمطار القزيرة التي شهدت هذه الناحية بين الركامي ونيرال احتلال سكان شمال قزة يتفقدون منازلهم المتمر أهلا بكم في إطاء المساعي الرامية إلى الاطلاع عن قرب حول الأضرار الناجمة عن الأمطار القزيرة التي شهدت جيبوتي العاصمة أو المناطق الداخلية مؤخرا قام وفد وزاري رفيع بقيادة وزير العدل ومسلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان سيد حسن علي بهدون بزيارة إلى ناحية يوبكي الوقوف عن قرب الوضاع المعيشية لأهالي ناحية يوبكي عقب الأمطار القزيرة التي شهدت هذه الناحية مؤخرا وضم الوفد الوزاري الذي أجرى هذه الزيارة ووزير البناء التحتية وتجهيزات سيد حسن حمد إبراهيمة ومحافظ منطقة دخل سيد حسن عبد الروبلة ورئيس المجلس الإقليمي وكان في استقبال الوفد الوزاري لدى وسوله إلى الناحية أعيان المنطقة وكان الهدف من هذه الزيارة إلى الاتلاع عن قرب حول أضرار الناجمة عن الأمطار القزيرة التي شهدت الناحية في الأيام الأخيرة وركزت المناقشات التي تم ضرعها على المواضيع التعليم والصحة والتنمية والمياه بالإضافة إلى العديد من المجالات الحيوية شهدت حاضرة إقليم عالي سبيح يوم أمس الأول السبت الموافق الخامس والعشرين نوفمبر لجالي حملة تبرع بالدم وقام بتنظيم هذه المناسبة التي حظيت بإقبال كبير من قبل أهالي المنطقة جمعية الشباب شاتودو بالتعاون مع المستشفى الإقليمي الدكتور أحمد عبسي وجرت مراسيم حفلة تشين هذه المناسبة بحطور وزير الصحة الدكتور أحمد روبلي عبدالي بالإضافة إلى السلطات ونواب المنطقة وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي المبذولة من قبل أهالي المنطقة بهدف توفير احتياجات الهياكل السحية من الدم لإنقاذ المرضى الذين يعانون من فغر الدم والضحاء لحوادث المرورية وتجر إشارة إلى أن التبرع بالدم هو عمل إنساني نبيل يساهم في إنقاذ حياة الآلاف المرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى النقل الدم وفي نفس الوقت لا يسبب ضررا على صحة المتبرع وقام بتبرع هذه الكمية من الدم شخصيات مدنية وعسكرية رفعة المستوى من بينهم نواب المنطقة وتأتي هذه المبادرة في إطار مصاعيها لمنطقة علي سبيح لتوفير وتعزيز البنك وبنك الدم لمنطقة علي سبيح رئيس المجلس الإقليمي ونائب المنطقة ألقوا كلمة عبروا عن ارتياحهم لتنظيم هذه المبادرة الحيوية نحن أهالي علي سبيح شعبا ومسؤولنا محليين وموظفي وزاية الصحة كلنا نتبرع بالدم ونريد أن نظهر جليا جهود الحكومة في رعاية الصحة المجتمعية ونحظى اليوم بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد روب العبدالله الذي جاء هنا بزيارة في يوم الصبت يوم الإجازة ليشارك معنا في مشروع تبرع بالدم والذي بادرت به جمعية الشباب كما شارك معنا نواب الأقاليم وكذلك قوات الأمن والدفاع كافة سواء من الشرطة وقوات المسلحة الوطنية نتواجد اليوم الصبت هنا لتبرع بالدم الذي نظمته جمعية أجي سي دي جمعية الشباب حي شاتادو ونعتقد أن هذا الدم سينتفع به الكثير لأن تبرع بالدم هو تضحية عظيمة وإن حضور وزير الصحة معنا يدل على همية هذا المشروع حيث يتواجد هنا كافة أهالي علي السبيح شعبا ومسؤولين المحليين وأشكر رئيس الجمعية الذي بادر بهذا المشروع وكذلك وزير الصحة إنه يوم مفرحة بأن نجتمع هنا في يوم الصبت مع جمعية أجي سي دي بالتعاون مع وزارة الصحة وأن يجهز لنا المعدات والأجهزة الدم لتخزين الدم إن تبرع بالدم هو عمل نبيل لأنه يساهم في رعاية الصحية المجتمعية كما أنه صدقة لكل من تبرع بالدم والآن نتابع كلمة وزير الصحة الدكتور أحمد ربلي عبد الله بداية أن أقول لكم تحية من فخامة الرئيس الجمهورية الحاجي إسمال عمرقلي وسيدتي الأولى الحاجية خضر محمود حيد جاءت هنا وزارة الصحة لنقف بجانبكم في مشروعكم المتمثلي في تبرع بالدم الذي تم تعاون وتضامن بين مستشفى علي السبيح وجمعية الشباب حي شاتدو هذا المشروع له أهمية كبيرة لأن من تبرع بالدم كمن أنقذ نفسا وضحى بروحه لأنقاذ أرواح أخرى أود وقبل كل شيء أن أشكر لهذه الجمعي وكذلك المستشفى كما أشكر أهالي علي السبيح الذين أتوا هنا لتبرع بدمهم وهذا التبرع سيستمر إلى الغد أنتم لديكم بانك الدم الذي دشنه رئيس الجمهورية سابقا هناك مختبر فيه فحص واختبار وكذلك المعدات والأجهزة اللازمة والمكان الذي تدخر فيه هذا الدم ترأس وزير العمل والرسمنة المكلف بالحماية الاجتماعية سيد عمر عبد سعيد اليوم الاثنين الاجتماع السنوي للمجلس الوطني والتشقيل والضمان الاجتماعي ويهدف الاجتماع السنوي للمجلس الوطني للعمل والتشقيل إلى تعزيز حوكمة هجرة اليد العاملة في جبتي ويعد المجلس الوطني للعمل والتشقيل والضمان الاجتماعي هيئة ثلاثية تشكل منسة للتبادل والمناقشات بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة وأرباب العمل ومثل العمال للمشاركة في التشاور حول القضايا المتعلقة بالتشريعات العمل وبحث الاجتماع السبول الكفيلة للتصديق على اتفاقية رقم 181 المتعلقة بوكالات الاستخدام الخاصة والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في التاسع عشر يونيو عام 1977 في جنافة ودخلت حيش التنفيذ في العاشر مايو عام 2000 ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة ممثلة بوزارة العمل الرامية إلى تعزيز حكمة هجرة العمل في إيشيوت وفي كلمته رحب وزير العمل السيد عمر عبد سعيد بأعضاء المجلس الوطني للعمل والتشغيل والطمان الاجتماعي في هذه المناسبة يسعدني أن أكون معكم هذا اليوم وأود أن أغتنم هذه الفرصة للترحيب بعضاء هذه الهيئة من أجل الحوار والتشاور بشأن جميع القضايا المتعلقة بعالم العمل إن هذه الدورة مخصصة للمعايير الدولية وكذلك الحقوق الأساسية المتعلقة بعالم العمل إن بلادنا عظم في منظمة العمل الدولية منذ حصولها على الاستقلال وقد صادقت على أكثر من 168 اتفاقية ثمانية منها تمثل الجانب الأساسي للاتفاقية ذات الأولوية دون أن ننص بالطبع البرتوكول المتعلق بالعمل وخصصت بنود جدول العمال للمصادقة على الاتفاقية رقم 181 بشأن وكالات الاستقدام الخاصة قد سمح لمقدمي الخدمات في سوق العمل بفضل تشريعات العمل التي فضلت التوظيف الفعلي وادخلت المرونة والليونة للعمال فمن الواضح اليوم أن وزارة العمل قد سلطت الضوء على أن بعض القواعد الأساسية لقانون العمل لا يمكن مراعاتها في إذارة العقود محددة المدة إن هذا الوضع الذي يضعف بالفعل الموظفي الدولة يدفعنا إلى إعادة صياغة الآليات القانونية التي تنظم إطار عمل الموظفين وهذا ورسدت كاميرا التلفزيون الوطر المجلس الوطن للعمل وتشغيل والضمان الاجتماعي الجلسة هذه تتخصص في بعض النتائج أول نتيجة هي موافقة على تصديق الاتفاقية 181 ثاني نقطة هو الفهم أصحاب المصلحة والمعينون وخاصة المجلس بشكل أفضل دور معاينين العمل الدولي في إنتاج العمل والمهاجرين ووضع خارطة الطريقة الملموسة من خلال تصديق على اتفاقية رقم 97 واتفاقية رقم 143 نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمركزية اليوم الاثنين في فوندق كامبيسكي بلاس ورشة عمل حول مناقشة خطة التنمية الإقليمية لعام 2021 وحتى عام 2020 وتتمثل هذه الخطة في الاستراتيجيات التي تم تطويرها على المستوى الإقليمي لتعزيز النمو الاقتصادي والبنى التحتية والتعليمي وغيرها والهدف من إقامة هذه الورشة هو تلبية احتياجات لكل منطقة من خلال تنفيذ مبادرات لمواجهة التحديات كل المنطقة وقالبا ما يتم تنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان اتباع نهج شامل وفعال للتنمية الإقليمية وشارك في هذه الورشة التي قيمت في فوندق كامبيسكي بلاس عدد من أعطاء الحكومة من بينهم ووزير المنتجب المكلف باللا مركزية ووزيرة الشؤون الاجتماعية وعتضام سيدة ألوف إسماعيل عبدو ووزير الضاقة والتعليم العالي ووزير الشؤون الإسلامية والأوقافة بالإضافة إلى رؤساء المجالس الإقليمية والنواب المنطقة وفيما يتعلق بالكلمات ووزيرة الشؤون الاجتماعية وتضام سيدة ألوف إسماعيل عبدو أكدت في مداخلتها أن دائرتها الوزارية تنفذ مشاهير عدة لتعزيزها والتحسين الظروف المعيشية للمناطق إن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن تنفذ من جانبها العديد من الأنشطة للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية لسكاننا والحد من أوجه عدم المساواة وإن جميع أعمالنا هي جزء من تطوير وتعزيز اللامركزية تحديدا فيما يتعلق بالتقطية الاجتماعية وسأعطيكم بعض الأرقام في مجال شبكات الأمان الاجتماعي في المناطق الداخلية تم التقطية أكثر من 240 فرد بالتحويلات النقطية والتحويلات العينية أو التوزيئات العينية فيما يقرب من 24700 أسرة في العاصمة بدوره أعرب الوزير المنتدب المكلف باللا مركزية سيد قاسم هارون إسحاق عن ارتياحه للمشاركة في هذه المناسبة الرامية إلى تنمية المناطق الداخلية الخمسة إنه لمن دواعي السروري أن أتحدث أمام هذا الجمهور الكريم والمتميز الذي يتكون من شركاء التنمية إن شركاء المستعدون دائماً للاستجابة لطلبات الحكومة لتطوير بلدنا في إطار مشاركتهم الفعالة في دعم السياسة العامة فإن شركاء التنمية أمثال اتحد الأوروبي وكالة التنمية الفرنسية لا يترددون بدعم عملية المركزية والسلطات المحلية الهدف من ورشة العمل هذه هو إظهار شركاء التنمية أن المؤسسات اللامركزية لديها إدارة المشاريع وأنها قادرة على ضمان تنميتها إذا استفادت من الموارد الكافية وقد دأبت الدولة رقم مواردها المحدودة على الدعم عملية لامركزية كما وقد وضعت إطاراً قانونياً ملائماً لتسهيل تنفيذ عملية لامركزية وفي هذا الصدد يمكنني أن أذكر القوانين العديدة التي تم اعتمادها وخاصة أنه تم تطوير قانون المجتمعات الإقليمية بتوميل من الاتحاد الأوروبي والذي أشكره من ناحية أخرى وفي إطار رغبتها في الضمان الاستقلال المالي للمجالس الإقليمية نفدت الدولة سياسة مالية وضريبة أدت إلى تحسين موارد المجالس الإقليمية بشكل كبير في الواقع منذ صدور قانون المالية منذ عام 2017 تقوم المجالس الإقليمية بجمع عائدات الضرائب المخصصة بشكل أساسي للاتثمارات ومع ذلك ومن أجل تحسين الوضع المالي للمجالس الإقليمية ضاعفت الدولة في عام 2021 مساهماتها في ميزانية المجالس دعم الميزانية المقدمة لتغضية تكاليف تشغيل المجالس الإقليمية ويهدف إلى زيادة آدائي وإنتاجة هذه المؤسسات اللامركزية نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار اليوم مائدة مستدرة لعرض احتياجات جيبوتي التمويلية للتكنولوجيا الرقمي وشارك في هذه المائدة المستدرة العديد من الشخصيات رفعة المستوى بمن فيهم الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي السيدة مريم حمد ووزير الاقتصاد والمالية السيد إلياسي موسي ديوالي وممثل المواصلات الوطنية والدولية بما في ذلك ممثل برنامج المتحدة للماء وتم خلال المناسبة عرض خريطة الطريقة الاقتصاد الرقمي التي تنص على تنفيذ 150 مشروعا بحلو العام 2030 وتهدف هذه المشاريع إلى جعل جيبوتي رائدة في التحول الرقمي في إفريقيا وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 840 مليون دولار ودعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي المستثمرين الدوليين والمحليين إلى دعم هذه المبادرة التي تعتبر ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وزير الاقتصاد والمالية سيد الياسي موسد ولألقى كلمة أشار فيها إلا أن هذه المبادرة ما مشانها أن تعزز التكنولوجيا الرقمي لبلادنا إن رسالتي الأولى اليوم هي أننا بحاجة إلى استثمارات أجنبية مباشرة وخاصة من البلدان التي تمثلونها ومجموعة البلدان وأنا أتحدث هنا على سبيل مثال عن البوابة العالمية على الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الثنائي فإن القطع الخاص قد حقق آداء جيدا من خلال هذه المجموعة من المشاريع المتاحة ومن الأهمية بالمكان رؤية استثمارات مباشرة من المنطقة وعلى المستوى الإقليمي وخاصة من منطقة شرق الأوسط هناك ديناميكية استثنائية يتم ملاحظتها من قبل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وكانت موجودة بالفعل على الصحة وتوذل جميع هذه الدول جهودا جبارة من حيث التحول ويمكننا أن نرى ذلك لقد أصبح شرق الأوسط والقرن الإفريقي منطقة جيوسياسية وجيوستراتيجية واحدة في استثمارات هذه البلدان هي التي تهمنا جميعا بدورها أوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي أوضحت في كلمة لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار الرؤية القوية لإجبوتي والرامية للتطوير التكنولوجيا الرقمي يشرفني أن أقدم لكم اليوم استراتيجية الحكومة الذكية الطموحة التي تظهر إرادة الجيوتي السياسية القوية في تطوير تكنولوجيا الرقمية هذه المبادرة هي نتيجة وجود تشاركي يضم مختلف أصحاب المصرحة الرئيسيين بهذا في إحداث تحول عميق في مجتمعنا واقتصادنا بفضل تكنولوجيا الرقمية ومع التركيز بشكل خاص على التوظيف وريات الأعمال والابتكار إننا نجد أنفسنا في لحظة محورية حيث كشف التشخيص عن تهديات كبيرة وأيضا عن فرص هائلة وبفضل موقعنا الاستراتيجية المعززة بوجود الكابولات البحرية لأينا إمكانية أن نصبح مركزا رقميا إقليميا ولتحقيق ذلك كان من الضروري التغلب على لقبات مثل العجز في البنية التحتية لمراكز البيانات ورأس المال البشري المؤهل رقميا وترتكز قريضة الطريق على ركائز استراتيجية مطينة تهدف لها تطوير الحكومة الرقمية وتحفيز الاقتصاد الرقمي ورغمنا القطاعات التقليدية وتعزيز المشاركة الفعالة للمواطنين وتدعم هذه ركائز محاورة أرضية مثل تعزيز الإطار القانوني والسيادة الرقمية والتمييز بموجب مرسوم رئاسي تجري عناصر شرطة الوطنية عمليات وسعة النطاق لإلقاء القبض على مجرمين قاموا باعتداء على شخصين بضحية بلبلا في مساء الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري وتقريبا في حدود الساعة الحادية عشر وخمسة واربعين دقيقة تم الإبلاغ عن وقوع عمل جرامي نتيجة اعتداء جسدي باستخدام السلاح الابيض ضد شابين في بلبلا وتحديدا في حي حياب ليب في التفاصيل قام ثلاثة مجرمين بابتزاز فتاة والاستلاي على هاتفها وفي وقت كانت فيه في منزلها وقد تعقبهم جمهور غفير فيما لا ذو بالفرر وأثناء ذلك قام أحد الجناة بالاعتداء على أحد الشبان وإصابته بجروح خطيرة قبل أن يمضي طريقه للهروب أما الضحية الثانية لهذا الحادث فقد حاول بدوره إيقاف المعتدي وعقب صراع بالأيدي بين الجانبين جاء المجرم الثاني لمساعدة زميله حيث طعن الضحية وعلى الفور تم نغل الضحيتين إلى مستشفى شيخو لكن بعد عدة ساعات توفي الضحية الأولى متأثرا بالجروح التي أصيب بها وفي نفس الليلة تم إجراء عمليات واسعة نطاق عبر كافة وحدات القوات المسلحة الأمر الذي مكن من إلقاء القبض على أكثر من مئتي شخص تم اغتيادهم إلى مركز نقاد للاستقبال والعبور إن التحقيقات الدقيقة التي تم إجراؤها من قبل محققي القضايا الجنائية في هذا الحادث مكنت من استكشاف عدة مسارات تفضي إلى الوصول بسرعة إلى اعتقال الجنات وفي شأن التضامن الاجتماعي دشنت الوكالة الوطنية لأشخاص ذول عاقة سباح اليوم ندوة حول المراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية للعاقة وذلك بالشراكة مع برنامج المتحدة الإنمائي واليونساف وذلك في أرويقة قاس الشعب وتأتي هذه الندوة في قطر الاحتفال بالاسبوع الوطني للعاقة التي دابت الوكالة الوطنية للأشخاص ذول عاقة تنظيمها سنويا ودعت الوكالة الوطنية لإجراء هذه الندوة مع هذه البحوث المستقل للقرن الإفريقي لإجراء هذه المراجعة وتهدف هذه الندوة إلى تقييم التقدم المحرزة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للعاقة من خلال تقييم الإنجازات وبالتالي تحديد التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف وسياقة التوصيات وجمعت هذه الورشة كلا من ألمين العام للحكومة السيد ألمس محمد والمدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص ذول عاقة السيد دعالي سعيد محمودة ورئيس مفوضية حقوق الإنسان السيد علي سبني عاتية وشركاء الفنيين والماليين للوكالة والآن نتابع الكلمة الألمين العام للحكومة السيد ألمس محمد سيدتي وسادتي في عام 2010 قطعت بلادنا التزام بالمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة من خلال المصادقة عليها لقد أكدنا على التزام جيوتي بحماية الحقوق الأساسي للأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة وإزالة جميع العقبات التي تمنعهم من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا مع تعزيز رفاهيتهم وبعد 11 عاما خلال الاستعراض الدوري للأمم المتحدة تمت الإشادة ببلدنا على التقدم الذي أحرزه في تحصين رعاية الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة وقد نقشت هذه استراتيجية جميع الفاعلين الأمميين على مدى أكثر من سنة من قبل جميع الفاعلين ومن قبل المجتمع المدني وبعد عام في ديسمبر عام 2022 أنشأ المشروع صندوقا مخصصا للعاقة كما أكد مدير صندوق نقد العربي وقد مكن هذا الصندوق الذي تم إنشاهه في نهاية العام المنصر من تعبئة السنة المالية يستحق هذا الجهد الذي تم بذله في ساق مهم من الميزانية تصريض الضوء عليه وكذلك قرار الحفاظ على هذا المستوى من التعبئة للسنوات القادمة احتدنا فندوق كامبيسكي بالاسي السباح اليوم ورشة عمل حول آليات تصميم طريبة الكربون وذلك بالتنظيم من وزارة الميزانية وبالتعاون مع برنامج المتحدة الانمائي وجرت هذه المناسبة بحضور من عام الوزارة الميزانية السيد سيمون مبراتو وشهدت الورشة مشاركة مدير عام إدارة الطرائب ونائب ممثل البرنامج المتحدة الانمائي بإضافته إلى مسؤولين في وزارة الميزانية والهدف من ذلك هو تعزيز التدابير القانونية المناسبة وتزويدها باللوائح تشريعية لتكون قادرة على فرط هذه الطرائب الجديدة والتي تستجيب لدعم جميع المشاغلين والمواطنين على المبدى الذي يدفع الملوثات كما شارك في هذه الورشة خبراء من منظمة طريبة الكربون العالمية الذين قاموا بالتقديم عرضا للممارسات الدولية في مجال أفرد الطرائب على الكربون كما قامت الإدارة العامة للطرائب من جانبها بعرض التشريعات القائمة والمتعلقة بالوقود الأحفورية ورحب نائب ممثل برنامج المتحدة الانمائي بهذه الشراكة التي تساهم في إنشاء طريبة الكربون الجديدة لسالح بلادنا وفي كلمة ألقاها مذير عام إدارة الضرائب أعرب عن ارتياحه لعقد هذه الورشة حول آليات التصميم طريبة الكربون إن جمهورية جيوتي كبقية البلدان النامية والمتقدمة هناك عدد من الضرائب الموجودة بالفعل وللتي يستند إليها تنفيذ ضريبة الكربون وهنا في جيوتي المعدل المعمول به هو الضريبة الداخلية وضريبة القيمة الموظفة وأيضا لتحديد أسعار المنتجات البترولية هناك مساهمة من الاتحاد الفريقي وهناك تعديل تم إجراه على شكل معادلة هناك تشريع في بداية قوانين التي تتعلق بإمتاج والتوزيع طاقة المتجددة أما بالنسبة لموظفين في ضريبة مهمة تم تعديلها سنة 2014 وهي ضريبة مستحقة على كافة البضائع وتحتسب على قيمة البضائع المستوردة والآن نتابع كلمة أمين عام مزارة الميزانية اليوم نحن هنا لنرى الجوانب المالية والجوانب الضريبية لضريبة الكربون الجديدة التي يمكننا العمل عليها حتى نتمكن من وضعها موضع التنفيذ وبعد إجراء التحاليل والتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة والإدارات المعنية في أقرب وقت ممكن ثم تهديد الجوانب الضريبية لضريبة الكربون الجديدة وإن الهذف الرئيسي لورشة العمل هذه هو تزويد جميع مديري الإدارة العامة للضرائب بمعلومات تتعلق بهذه الضريبة وسنعقض ورش عمل أخرى يومي الثنين والثلاثة حيث ستكون هناك تبادلات أوصى ونأمل أن نخرج من هذا الأسبوع من الندوات والتدريب أكثر قوة وأكثر تجهيزا لأن الهذف النهائي في نهاية المطاف هو التجهيز أنفسنا بقوانين تشريعية جيدة وآليات قانونية مناسبة حتى نتمكن من تنفيذ هذه الضرائب الجديدة التي نأمل أن تستجيب لمخاوف جميع سلطاتنا وكذلك الحصول على دعم جميع المشاغلين ومواطن جوتي في إطار الجهود الحثيثة الرامية إلى تضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيقة تم انتهاء الدفعة الأولى من جمع التبرعات في منطقة الدخل وتحظى هذه المبادرة التضامنية لدعم القضية الفلسطينية بترحيب كبير من قبل أهل منطقة الدخل حيث قامت لجنة الشباب المكلفة بتنظيم حملة جمع التبرعات وانتهت المرحلة الأولى من هذه العملية التضامنية بالنجاح ولقد جسدت هذه المناسبة التضامن الجماعي لأهالي منطقة الدخل من خلال انتهاء الدفعة الأولى لجمع هذه المساهمات في صنطوق مخصصة للشعب الفلسطيني بما يمثل الاتزام جميع الجمعيات والمحليات لتلبية هذه اللفتة الإنسانية وأصبحت هذه الدفعة دليلا لوحدة المجتمع لدعم القضية الفلسطينية ويعد دفع الأمار تضامنا نبيلا لشعب الفلسطيني الشقيق وتأتي هذه المبادرة تلبية للنذاء الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية والرامية إلى دعم الأشيقاء في فلسطين في إطار مكافحة التجارة غير شرعية تمكن عناصر الدرك الوطني بمسادرة كمية كبيرة من سجائر من نوع ريال وبنسل وأدوية ومستحضرات التجميلة وذلك عقب تحقيق طويل أجراه وحدة البحث والتوثيق وتم خلال التحقق من سحة المعلومات الاستخباراتية التي تم التوصل إليها ويشير البيان السادر من الدرك الوطني أن أصحاب هذه المنتجات كانوا يعتزمون إدخالها إلى الأسواق المحلية بصورة قانونية الأمور الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتجدر إشارته أن التهريب الجمركي يعد من أخطر أنواع الإجرام المالي مما جعل السلطات العامة تجند جميع الوسائل المتاحة لمحاربة التهريب والتجارة غير شرعية ويسعى عناصر الدرك الوطني ليلا ونهارا لمكافحة تجارة غير شرعية في ربوع البلاد هذا وسيمثل المتوردون في هذه الجريمة أمام العدالة لينالوا جزاءهم دوليا كشفت عودة الفلسطينيين إلى ديارهم في غزة بعد الهدنة التي استمرت لمدة أربعة أيام عن مشهد كارثي كشفت عودة الفلسطينيين إلى ديارهم في غزة بعد هدنة التي استمرت أربعة أيام عن مشهد كارثي وفي المناطق الشمال والوسطى من غزة وجد العديد من السكان منازلهم قد تحولت إلى أنقاض وكان الضرر كبيرا لدرجة أن البعض لم يتخيل حتى تدمير بهذا الحجم شد الفلسطينيون في مخيم البريك لللاجئين وسط قطاع غزاء تدميرا كاملا لمنازلهم معبرت امرأة مصنة عن صدمة اتشاف منزلها المدمر قائلة إنها ليست حربا بل إبادة جماعية واصفة الأحداث بجرائم غير مسبوقة وأضر سكان البريك الذين واجهوا قصفا مكثفا من قبل الاحتلال إسرائيلي خلال الشهر الماضي إلى اللجوء إلى مخيم النصيرات غربا وعندما عادوا وجدوا منازلهم مدمرة وبعد أقاربهم مدفونون تحت الأنقاض ودخلت الهدنة التي سمحت باطلاق سراح الرهائن والأسرى وتقديم المساعدات الطارئة في قطاع غزاء ليوم الثنين يومها الرابع والأخير وسط محادثات لتمديدها بهذا النبأ مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة وشكرا على حسن إسقائي والمطابعة